موسيقى قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الغرب لا يستطيع وقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية مضيفا ان الاقتصاد الغربي يعاني من خسائر كبيرة بسبب القرارات بشأن الطاقة الروسية وقد شدد الرئيس الروسي على ضرورة اتخاذ اجراءات اضافية لحماية مصالح بلاده الوطنية يجب علينا بشكل برغماتي ان ننطلق من الواقع وان نتخذ الاجراءات الاضافية لحماية مصالحنا الوطنية والحفاظ على سيادتنا الاقتصادية وايضا في مجال قطاع النفط ونولي اهتماما لهذا القطاع بالذات اكد وزير الخارجية الروسية سيرجير لفروف ان توسعات حلف الناتو في المنطقة وانضمام دول اخرى في الحلفة يمثل تهديدا واضحا لبلاده واتهم لفروف خلال مؤتمر صحفي حلف شمال الاطلنطي بانتهاك صارخ لالتزام بعدم تعزيز امنه على حساب الاخرين واشار الى ان الغرب حاول قرر اوكرانيا للانضمام للناتو وحاول ايضا نشر اسلحة هجومية وانشاء قواعد عسكرية هناك قالوا لنا ان الناتو سيكون حلف غير عسكري تقريبا وان هذا التوسع لا يشكل اي خطر لاي احد ولا اي تهديد فهذا كان ايضا جوابا ربما نظريا فهم قاموا بجذب الدول الاخرى الى الناتو في الوقت نفسه وقالوا بان كل ما يقوم به الناتو ليس من شأن روسيا وفيما يتعلق بالنقاط الهجومية للصواريخ النووية وسواها في اوكرانيا فهذا امر يتعلق فقط بحلف الناتو وكما قال رئيسنا هذا كان خطرا مباشرا لروسيا اكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف استحال تعزل روسيا سياسيا او اقتصاديا او اعلاميا واشار بيسكوف الى ان بلاده حاولت التوصل الى اتثاق مع الغرب حول مبادئ الامن الجديدة لا فتن الا ان الغرب لم يصغلها واشدد بيسكوف على ان روسيا ستحقق كل اهداف عملياتها العسكرية في اوكرانيا صوت البرلمان الفنلندي اليوم باغلبية ساحقة لصالح الانضمام الى حلف شمال الاطلنطية الناتو وفي سياق متصل وقعت وزيرة الخارجية السويدية ان لندي على طلب رسمي لانضمام بلادها الى الناتو واشارت وزيرة الخارجية السويدية الى انه غير معروف المدة التي قد يستغرقها الامر لافتة الى انه قد يستغرق ما يصل لعام واضافت انه خلال يوم او اكثر سيتم تقديم طلب بلادها مع طلب فنلندا ليتم البت فيهما من قبل الحلف اعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتلى اكثر من 360 مسلحا اوكرانيا خلال الساعات الماضية وقد اضافت الوزارة ان صواريخ علية الدقة قد دمرت مركز قيادة بالقرب من نايت سوفاكا في منطقة حرقية مشيرة الى ان سلاح الجو الروسي قد دمر ثلاثة مراكز خيادة و154 موقع لتمركز القوات الاوكرانية ومعداتها ومستودعي وقود هذا وقد اعلنت وزارة الدفاع الروسية ايضا تنفيذ طائرات اورلان اشارا الروسية المسيرة متعددة الوظائف مهام قتالية في العملية العسكرية في اوكرانيا اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان 265 جنديا اوكرانيا بينهم عشرات الجرحة قد استسلموا في مصنع اوزوفستال لصلب الواقع في مدينة ماريو بول واوضحت الوزارة ان كل الذين كانوا يحتاجون الى عناية طبية نقلوا الى مستشفى نوفازوفيسك في مناطق سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا هذا ولم تذكر الوزارة اي تفاصيل بشأن عملية تبادل اس اسرى محتملة خلافا لاوكرانيا صوت مجلس الشيوخ الامريكي لمنح اوكرانيا مساعدات اضافية قيمتها تصل الى 40 مليار دولار لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية وقد تم التصويت بتأييد 81 عضوا مقابل اعتراض 11 وهو الاول من ثلاث جولات تصويت اجرائية محتملة تمهد الطريق نحو ثمرير مجلس الشيوخ التمويل الذي طلبته ادارة الرئيس جو بايدرس للحفاظ على استمرارية المساعدات الى حكومة كييف بعد قرابة ثلاثة شهور على بدء العملية العسكرية الروسية اعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الفرين من اوكرانيا الى 3 ملايين و416 الف لاجئ واضفت الوكالة ان قرابة 19 الف ومئتي لاجئ من اوكرانيا دخلوا البلاد امس الاثنين ويذكر ان كولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الاوكرانيين يتم بمجيبه منحهم اقامة قانونية يكفل لهم حق الوصول الى التعليم والرعاية الصحية بالاضافة لخدمات اجتماعية اكد رئيس الوزراء المجاري فيكتور اوربان ان الاتحاد الاوروبي غير قادر على اخضاع روسيا عن طريق العقوبات الاقتصادية بسبب افتقاده للأدوات اللازمة لذلك واشار اوربان الى ان نتائج العقوبات قد انعكست سلبا على امن الاقتصاد باوروبا لانه يتم ممارسة ضغوطات هائلة على المجتمع الاوروبي وقد اقترحت السلطات المجارية في وقت سابق ان تستطيف بودابيست محادثات سلام لحل الوضع في اوكرانيا بمشاركة روسيا قال وزير الزراع الاوكراني ميكولا زولسكي ان بولندا ستخفف الضوابط الصحية وتزيد اعداد المفتشين في محاولة لزيادة صادراتها من الحبوب واظهرت بيانات رسمية ان اوكرانيا صدرت 46 مليون فاصل 17 طن حتى الان في الموسم من يوليو 2021 الى يونيو 2022 بالمقارنة مع 39.65 مليون طن في الموسم السابق اشتركوا في القرارنة مع اشتركوا في القرارنة مع اشتركوا في القرارنة اشتركوا في القرارنة